هل الدستور ده بقى بيتطبق فعلاً ولا كلام على ورق؟ القاعدة بتقول أن العسكر طول الفاترة دي مش بيحترم الدستور ولا دستور احترمه لا عبد الناصر احترم دستور ولا السادات احترم دستور ولا مبارك احترم دستور خالص العسكر بيعملوا الدستير دي عشان دي كور وقت ما يحب يشوتوها زي كورة يشوتوها يعملوها أراتيس طعمية أراتيس ليب يعدلوا فيها يغيروا خد عندك مثلاً السادات فتح مدد الرئاسة وما استمتعش بها مبارك غير الدستور العسكر شايفين نفسهم أعلى من أي دستور